أريد أن أستكمل الصورة التي ترسمت دلوقتي وهي أن أيضاً القيادات العربية ليست القيادات العربية التي كانت تهرول إلى الولايات المتحدة الأمريكية إحنا شاهدنا أن القيادات العربية اجتمعت في شرم الشيخ عشان توحق الرسائل كمان الحقيقة هي التي يعمل تحليل مضمون للخارج من الإدارة الأمريكية في المقابلات السنائية يشوف أن الحقيقة أن التصريحات متوازنة بل ووجدت فيها بعض الغزل في اللقاءات السنائية يعني اللي يبص على التصريح للقاء بايدن مع الرئيس السيسي هيشوف دوت بل وأيضاً نجد العطاية يعني بليون دولار وخمسين مليون مخصصين لمصر وهنساعد في الـ IMF وهنساعد في الـ World Bank حتى القضايا التي بها يعني بعض الحوارات وبعض الشد والجزب تأتم تناولها برقة شديدة الحقيقة أنه أمريكا رجع أو بايدن جاي لمنطقة فقدت الثقة في الإدارة الأمريكية وفي مش بس في حكمة الإدارة الأمريكية ولكن أيضاً في التحالف مع الإدارة الأمريكية نحط على ده أنها انفتحت إحنا يمكن من 2013 أعلننا بوضوح أن سياساتنا الخارجية هتمشي بالتوازي مع كل القوة لكن ده يمكن حصل متأخر مع الدول التانية لكن الدول انفتحت مش بس انفتحت سياسياً الميزان التجاري يعني الميزان التجاري بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية 180 بليون دولار في السنة مع الصين 300 بليون دولار فكمان بتفقد أرضية اقتصادية في أشد الإحتياج بيها صحيح فهنا يعني يمكن كده كملنا الصورة اللي بدأ رسمها الدكتور عبدالر بيت